مجز أخبار العشرة من الأو تي في أهلا بكم أعتبر عدو تكتل لبنان القوي النأب آدي معلوف في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن وجود اختلاف وجهات النظر مع حزب الله في أكثر من موضوع لا يصل إلى حد ما يتظهر من تراشق على مواقع التواصل الاجتماعي ولا إلى حد نسف العلاقة معه سقوط ورقة التفاهم مؤكدا أنه تم تجاوز الخلاف حول الوفد المفاوض من خلال إبقاء التركيبة كما أعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من دون الأخذ بملاحظات الثنائي الشاعي أكد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن تيار المستقبل اتخذ قرارا بالتزام الصمت في مقاربة الملف الحكومي بانتظار موعد الاستشارات النيابية الملزمة الخميسة المقبل مشيرا إلى أنه لم يحصل أي تبدل في المعطيات منذ أعلان رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون تأجيل الاستشارات ولا تزال الأمور على حالها وعن إمكان تأجيل الاستشارات مجددا رأى علوش أن من أرجعها من أجل فريق معين قد يكون بذلك مرة ثانية وهذا يعود إلى مدى التزام رئيس الجمهورية ولكن المؤكد أن البلد في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لا يحتمل المزيد من الفراغ قال علوش أكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي شدد على أهمية مكافحة الإرهاب عقب اجتماع في باريس كما أفادت وكالات الأجنبية وأستضاف ماكرون القاذمي أمس ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة الرئيس الفرنسي للعراق في أيلول عندما عبر عن دعمه لسيادة العراق وقال إن التحديات الرئيسية للعراق تتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية والتدخل الأجنبي في شؤونه في أخبارنا أيضا أفادت قناة الحرة أن وفدا حكوميا إماراتيا سيتوجه اليوم إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية من نوعها ويذكر أن شركة الاتحاد للطيران الإماراتية سيرت يوم أمس أول رحلة ركاب تنطلق من بلد عضو في مجلس التعاون الخليجي إلى إسرائيل كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم قرارا بالمسادقة على الاتفاق الإبراهيمي للسلام معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الإبارات وإسرائيل ووجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على هذا الاتفاق مع هذا الخبر نختم موجز العاشرة نعود إلى زميلة ميراي لمتابعة يوم جديد